السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم أعزائي الله بالصفة الثامن ونكمل معكم بإذن الله في دروس الوحدة الأولى وعنوان درسنا لهذا اليوم ما الذي تعرفه عن الذرات والجزيئات والعناصر والمركبات الجزء الثاني من المشروع بناء نماذج للجزيئات لنتعرف معا إلى أهداف الدرس في نهاية الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن يقيم مشاريع نماذج الجزيئات وفق المعايير المحددة درسنا سابقا طرق لتمثيل جزيئات العناصر والمركبات ومثال عليها نموذج الكرة والعصى الآن سأطرح عليك السؤال التالي لماذا يستخدم نموذج الكرة والعصى؟ نعم أحسنت يستخدم نموذج الكرة والعصى لتمثيل الروابط الكيميائية بين ذرات الجزيئ ننتقل معا إلى الجزء الثاني من مشروع الوحدة ومشروع الوحدة كما بدأنا به في الدرس السابق بعنوان بناء نماذج الجزيئات ارجع إلى الكتاب صفحة أربعة وأربعين للمتابعة وسنبدأ الآن مرحلة التقييم ننتقل معا لمرحلة التقييم من مشروع الوحدة لنتذكر ما عرضناه في الدرس السابق في مرحلة التنفيذ ونبدأ بالعرض التقديمي للطالب A كما لاحظتم أن الطالب A أخطأ في تمثيل عدد ذرات الهايدروجين في جزيئ الأمونيا وعدد الروابط مع ذرة النايتروجين والتمثيل الصحيح لجزيئ الأمونيا هو ذرة نايتروجين مع ثلاثة ذرات من الهايدروجين بينهما ثلاثة روابط سنستخدم لتقييم هذا العرض معايير محددة يوضحها الجدول الذي أمامك وسنعطي كل معيار منها علامة من واحد إلى أربعة حيث تمثل العلامة أربعة تقدير ممتاز وتمثل العلامة واحد تقدير جيدا نوعا ما وسأوضح لك كيفية إعطاء العلامات في كل معيار المعيار الأول وهو في هذا المشروع أن يبحث الطالب حول تركيب ثلاثة جزيئات وأن يستخدم مجموعة نموذج الكرة والعصى لبناء نموذج لكل جزيء من الجزيئات الثلاثة وأن يعد عرضا تقديميا مختصرا ولهذا المعيار ستعطى علامة أربعة كاملة إذا تم تحديد وبناء جميع الأشكال البنائية بشكل صحيح وأيضا إذا تم تنفيذ العرض التقديمي لهذا المشروع وإذا أخطأ في نموذج من الجزيئات تعطى له علامة ثلاثة وهكذا ولن نقيم مشروع الطالب A في المعيار الأول سنعطيه علامة ثلاثة لأنه أخطأ في عدد ذرات الهايدروجين وعدد الروابط مع عنصر النايدروجين في نموذج الكرة والعصى الآن لنتعرف إلى كيفية تقييم المعيار الثاني وهو نماذج الجزيئات فنرى من الجدول أن الطالب إذا استخدم جميع الذرات بألوانها الصحيحة ونفذ جميع الروابط بشكل صحيح فيستحق أربع علامات في هذا المعيار وإذا استخدم القليل من الذرات بألوانها الصحيحة ونفذ القليل من الروابط بشكل صحيح فسيعطى علامة واحد في هذا المعيار وسنعطي الطالب A ثلاثة علامات في المعيار هذا بسبب خطأ في تنفيذ جزيئ الأمونيا من حيث عدد ذرات الهايدروجين وعدد الروابط مع ذرة النايدروجين تابع معي عزيزي الطالب في تقييم مشروع الطالب A وننتقل للمعيار الثالث وهو جمع المعلومات وبناء النماذج والتفكر في تصميمها وسنعطي الطالب أربع علامات إذا أظهر استخداما لجميع مهارات الاستقصاء العلمي وسيعطى علامة واحدة إذا أظهر إدراكا لواحدة من مهارات الاستقصاء العلمي من دون استخدامها بطريقة مناسبة وهنا سنعطي الطالب A أربع علامات كاملة لأنه أظهر استخداما لجميع مهارات الاستقصاء العلمي لننتقل للمعيار الرابع وهو طريقة العرض التقديمي وهل تم العرض بشكل واضح وموجز بحيث يسهل فهم النموذج وسنعطي العلامة أربعة إذا تم شرح جميع أجزاء النماذج بوضوح وكان الخط مناسبا والعرض مرتبا ونظيفا ونعطي علامة أقل إذا لم يحقق العرض هذه الشروط وفي عرض الطالب A سنعطيه أربع علامات لهذا المعيار بسبب تحقيقه المطلوبة منه وأيضا في المعيار الخامس وهو كفاءة التفكير الناقد وهل الطالب يستخدم مهارة التفكير الناقد في تصميم المشروع وتنفيذه وللطالب A سنعطي علامة أربعة في هذا المعيار وكما يوضح لك الجدول فإن هناك علامات إضافية تعطى للطالب وتميز مشروعه من خلال ملاحظة تعاونه مع زملائه في المجموعات وأن يكون الطالب متقبلا لآراء الآخرين وأيضا يشارك في المناقشة في المجموعات ومن ثم إذا تم تسليم مشروعه في الوقت المحدد وفي نهاية التقييم سيضع المعلم بعض الملاحظات بناء على الأخطاء الواردة في العرض التقديمي وهي لهذا الطالب أنه يجب الانتباه عند تحديد الشكل البنائي للجزيئات وتنفيذ الروابط بشكل صحيح بناء على ما سبق لنقيم معا مشروع الطالب B ومن خلال ملاحظتنا للعرض التقديمي للطالب B نرى أنه في المعيار الأول تم تحديد جميع الأشكال البنائية للجزيئات الثلاثة بشكل صحيح وتم أيضا بناء جميع النماذج الثلاثة بشكل صحيح وتم تنفيذ العرض التقديمي لذلك سنعطي الطالب B أربع علامات كاملة في المعيار الأول ننتقل للمعيار الثاني وهو نماذج الجزيئات وكما نلاحظ في العرض التقديمي للطالب B فإنه تم استخدام جميع الذرات بألوانها الصحيحة وتم تنفيذ جميع الروابط بشكل صحيح لذا سنعطي الطالب B أربع علامات كاملة في نماذج الجزيئات تابع معي في تقييم مشروع الطالب B ننتقل للمعيار الثالث لقد أظهر الطالب B استخداماً لجميع مهارات الاستقصاء العلمي المطلوبة منه لذا استحق أربع علامات في هذا المعيار وفي المعيار الرابع تم شرح جميع أجزاء النماذج بوضوح وكان الخط مناسباً والنموذج مرتب ونظيف لذا سنعطيه أربع علامات كاملة في هذا المعيار أيضاً وفي المعيار الخامس فهناك دليل قوي على استخدامه للتفكير الناقد لذا سنعطيه أربع علامات أيضاً وفي النهاية سيكتب المدرس له ملاحظة على عمله وهي أنه كان أداؤه متميزاً ورائعاً هيا بنا معاً لنقيم مشروع الطالب سي دعونا أولاً نتذكر الأخطاء التي وقع فيها الطالب سي في العرض التقديمي أولاً وصف جزيء الكلور بأنه جزيء مركب وهذا خطأ والصحيح أن جزيء الكلور يعتبر جزيء عنصر وثانياً أخطأ في الحالة الفيزيائية في درجة حرارة الغرفة لجزيء الماء ووصفها بأنها غاز والصحيح أنها سائلة وثالثاً أخطأ في تمثيل ذرة النايتروجين في جزيء النايتروجين وأخطأ أيضاً في عدد الروابط بين ذرتين الجزيء والصحيح أن لون ذرة النايتروجين هو الأزرق وعدد الروابط في جزيء النايتروجين هو ثلاثة روابط لذلك حصل الطالب سي على علامة ثلاثة في المعيار الأول بسبب خطأه في توصيف جزيء الكلور بأنه جزيء مركب والصحيح أنه جزيء عنصر وأخطأ أيضاً في الحالة الفيزيائية لجزيء الماء وقد كتب أنها غاز والصحيح أن جزيء الماء حالته سائلة وحصل الطالب أيضاً على علامة اثنان في نماذج الجزيئات لأنه عند بناء نماذج الكراتي والعصي فإنه أخطأ في تمثيل جزيء النايتروجين واختار لون غير صحيح لذرات النايتروجين ورابط واحدة فقط بين الذرتين والصحيح أن لون ذرة النايتروجين أزرق وعدد الفتحات في الذرة هو ثلاثة لذلك يتم بناء ثلاثة روابط تابع معي في تقييم مشروع الطالب سي وننتقل للمعيار الثالث أظهر الطالب سي استخداماً لمهارة أو مهارتين من مهارات الاستقصاء العلمي لذا استحق علامتان في هذا المعيار ننتقل للمعيار الرابع ونرى أنه تم شرح معظم أجزاء النماذج بوضوح وكان الخط مناسباً وأيضاً النموذج مرتب ونظيف لذا سنعطيه ثلاثة علامات في هذا المعيار وفي المعيار الخامس أظهر الطالب دليلاً متوسطاً على التفكير الناقد لذا استحق ثلاثة علامات في هذا المعيار وسنكتب له هذه الملاحظة بناء على أخطائه في الأرض وهي أنه يجب الانتباه عند تحديد الشكل البنائي للجزيئات وتنفيذ الروابط بشكل صحيح والتخطيط جيداً قبل تصميم النموذج وجمع معلومات صحيحة عن نوع الجزيئ لاحظ عزيزي الطالب أننا استخدمنا معايير لتقييم العمل وسنقوم بهذا العمل خلف كل وحدة بهدف تنمية القدرة على إصدار القرارات السليمة وفق معايير محددة مع تمنياتي لكم أعزائي الطلاب بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر